مرحبا بكم يتصاعد الجدل المتعلق بقضايا اللاجئين في النمسا والحديث هذه المرة عن ملف المساعدات الاجتماعية المقدمة لهم الجدل بدأ عند نشر صحيفة النمساوية خبرا مفاده أن عائلة سورية مكونة من أب وأم وسبعة أطفال تقيم في العاصمة فيينا تتقضى مبلغ أربعة آلاف وستمائة يورو من الحكومة كمساعدات اجتماعية شهرية الخبر هذا فجر ردود فعل غاضبة من قبل سياسيين نمساويين خاصة ممن يتبعون لأحزاب اليمين المتطرف حيث علق زعيم حزب الحرية هيربرت كيكل على الأمر بوصفه ظالما وغير منصف بالنسبة للمواطنين مستثمرا الحالة المذكورة سياسيا بالقول أن النمساويين يعانون من ارتفاع الأسعار ويضطرون لتوفير كل يورو في حين يتلقى اللاجئون مبلغ أربعة آلاف وستمائة يورو شهريا دون أي جهد أصوات أخرى طالبت بخفض المساعدات المتعلقة بالأطفال بألا تزداد طردا مع زيادة عدد الأطفال بالنسبة للعائلات اللاجئة هذا واقترح عضو مجلس فيينا المسؤول عن الشؤون الاجتماعية بيتر هاكر فرض عقوبات على العائلات التي لا تبحث عن عمل تصل إلى خصم خمسة وعشرين بالمئة من مساعداتهم الاجتماعية أو إيقافها بالكامل حول الموضوع ينضم إلينا الصحفي أحمد مراد من فيينا أهلا بك أستاذ أحمد بداية لو تحدثنا عن هذا الخبر هل هو بالفعل صحيح؟ أهلا أستاذ كاترين أهلا لك ولجميع أستاذ العاملين في سوريا تيفي طبعا الخبر صحيح جدا والخبر طبيعي جدا ولا يحتاج إلى كل هذه البروبيغاندا الإعلامية التي صراحة قامت بها صحيفة محسوبة إلى حد ما على اليمين إضافة لأنها تصب في مصلحة الحزب اليمين المتطرف الذي تفضلت بذكر اسمه السيد هربت كيكل من حزب الحرية والذي النمسي طبعا مقبل على انتخابات وكل هذه الأخبار صراحة لا تخدم إلا اليمين المتشدد هذا الخبر وهذا التفصيل أن عائلة سوريا مكونة من تسعة أفراد أب وأم وسبعة أطفال تحصل على 4600 يورو في فيينا هذا كلام صحيح واليوم كان يوجد خبر آخر يقول على أن عائلة مؤلفة من عشرة أشخاص تحصل على ما يصل إلى 5000 يورو ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل قامت هذه العائلة بسرقة شيء أو سرقة هذا المبلغ من جيب آخر من جيب المواطن آخر هل أخذت هذا المبلغ من خلال الاحتيال طبعا لا هذا ما يكفله القانون النمساوي والذي يقدم هذه المساعدات لجميع من يقتن في فيينا بناء على وضعه القانوني وشروط إقامته صحيح أن فيينا لربما هي مختلفة عن باقي مقاطعات النمسا وتجزل في عطائها كاتبار أن من يسيطر عليها الحزب الاشتراكي اليساري والذي يؤمن بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ويجب على كل طفل أن يحصل على حقه ونصيبه من خلال مدينة المساوات ومدينة فيينا المعروف عنها أن هي فعلا من أفضل مدن العيش للعالم أعتقد للسنة العاشرة أو الحادي عشر على التوالي فالخبر صحيح جدا ولكن من طرف آخر يقول البعض أن هذه أيضا من ضرائب المجتمع النمساوي أو من ضرائب كل من يعمل في النمسا نعم هذا كلام صحيح هذا كلام واقعي نعم نظام الضرائب في النمسا واضح جدا ويأخذ من كل من يعمل في النمسا ويعمل بمبدأ التكافل كل من لا يعمل أو لا يستطيع أن يعمل أو هو في مرحلة تأهيل من حقه أن يحصل على هذه المساعدات بشكل أو بآخر يعني السؤال الذي يطرح نفسه هذا الأب والأم الذين يحصلون على 4600 يورو أليسوا اليوم موجودين في دورة للغة الألمانية حتى يتقنوها ويتعلموها وبالتالي بمرحل المراحل ربما يكونوا متعلمين وخرجين جامعات سيقومون بتعديل شهاداتهم وسيعملون وسيدفعون الضرائب مجددا هذا كلام صحيح وإن كانوا لا يقومون بذلك ولا يحضرون الدورات حتما سيقوم القانون النمساوي والقانون في فيننا مضاد لهم وسيحرمهم من جزء من هذه المساعدات فبالتالي هم مقتزمون بالقانون وفي نفس الوقت الأبناء الموجودين السبعة أليس هم موجودين في المدارس أليس هم جزء من هذا المجتمع أليس في مرحل مراحل سيصبح متعلمون ويعملون ويدفعون الضرائب ويقررون حتى المستقبل السياسي إلى النمسا فبالتالي مع الأسف الخبر تم التعامل معه بطريقة ربما شعبوية إلى حد ما ولكن مع الأسف نشهد هذه الحالات وهذه التصرفات من بعض الصحف ومن بعض الأحزاب خاصة في مرحلة الانتخابات ولكن أستاذ أحمد إليس برأيك أن هذه الضجة دائما للمساعدات هي تأتي أيضا بسبب أن هناك وجود أشخاص تعتمد على المساعدات ولا تريد البحث عن عمل يا سيدتي الكريمة حتى ولو كان هذا الكلام صحيح هذا لا يعني يا سيدة في النمسا كما باقي دول الاتحاد الأوروبي هي دولة مؤسسات فكل مؤسسة مسؤولة عن حالة المواطن والشخص الذي يستفيد من المساعدات إن كان مكتب عمل فيوجد مكتب عمل يبحث وراءه عليك أن تعمل عليك أن لا تعمل أو عليك أن تتعلم اللغة ويوجد أيضا ما يسمى بمكتب الاندماج النمساوي والذي يسيطر عليه من حزب الشعب وحزب الخطر طبعا حزب الشعب يعني وزيرة الاندماج والذي يثبت فشله يوم بعد يوم الاندماج في النمسا يا سيدة كاترين مع الأسف الشديد يأخذ منحا سياسي لا يريدون على اللاجئين أن يعملوا ليس بمعنى لا يريدون أن يعملوا لا يوجد سياسة ضغط وإدماج حقيقي تجعل هذا الشخص اللاجئ الذي هرب من الحروب ويريد أن يبدأ حياة شديدة بأن يكون ضغط يعني إذا المراقب غايب فطبعا المواطن لربما يكون حيانا مهمل ولكن لماذا؟ يعني هي النمسا من تخسر بالنهاية إذا لا تريد اللاجئين أن يعملوا صحيح طبعا في نفس الوقت لا ننكر ولا نلغي ولا ننفي أن يوجد العديد من اللاجئين السوريون الذين هم فعليا افتتحوا محال وكما يظهر الفيديو الذي يظهر على أمامي في هذه الشاشة تشاهدين العديد من المحال التي أصبح يعمل بها سوريون وليس يعمل بها ويعمل معه ثلاث إلى أربع أشخاص إضافة للعديد من السوريون أيضا يدرسون في الجامعات ويعملون في الشركات المربوقة فيوجد شريحة كبيرة تعمل يا سيدة الكريمة ولكن في النمسا مع الأسف العاطلون عن العمل يزدادون يوم بعد يوم بسبب قلة الفرص أحيانا أو قلة أو سوء تنفيذ برامج الاندماج التي فعلا تذهب باللاجئ إلى أن يذهب إلى العمل فبالتالي لا نستطيع أن نحمل اللاجئ ذنب أنه لا يعمل ولكن يوجد مؤسسة هي معنية به تجعله يبحث عن العمل وتلزمه بالعمل فبالتالي عندما تغيب هذه المؤسسة أو يغيب دورها الفاعل فمن الطبيعة أن يكون هناك بعض الإهمال ولكن هل نعمم هذه الحالة على كل اللاجئين السوريون وغيرهم الموجودين في النمسا طبعا لا يوجد العديد يعمل يوجد العديد ما زال في برحلة التأهيل ويوجد البعض مهمل ويعيش على المساعدات الاجتماعية والأحزاب اليمينية هي دائما تستغل أخبار البعض هذا الخبر ما تأثيره اليوم على اللاجئين هل من الممكن أن يتم تقليل المساعدات الاجتماعية في النمسا صراحة سيدة كاترين من الممكن جدا هذا الكلام أن يحدث طبعا مثلما حكينا النمسا مقبلة على انتخابات بشهر 9 بنهاية الشهر التاسع انتخابات مصيرية صراحة في حال تغيرت الحكومة طبعا من يحكم في النمسا يمين الوسط مع حزب الخضر الحزب الذي يحكم اليوم من الصعب أن يحصل على المركز الأول كل استطلاعات الرأي تشير اليوم إلى حصول الحزب اليميني الحرية على المركز الأول ومن الممكن أن يتحالف هذا الحزب مع الحزب الثاني الحزب اليمين الوسط والذي هو حاليا حاكم فبالتالي في حال تم تشريع قانون على مستوى النمسا لربما ولكن يا سيدة هذا المبلغ الذي يأخذه اليوم من نظام المساعدات الاجتماعية هذا لا يحدده البرلمان هذا يوجد شيء في النمسا يقال عنه الحد الأدنى من الدخل دولة القانون ودولة الدستورة دولة التكافؤ الفرص تحدد هذا المبلغ وهذا المبلغ يعمم على كامل النمسا تقوم المقاطعات بتنفيذه بما يحلو لها يعني على سبيل المثال العائلة السورية التي حصلت على 4600 يورو في فيينا في مقاطعة أخرى لربما ستخصل على نفس المبلغ بأقل ب2000 يورو تخيلي في مقاطعة أخرى بأقل ب600 يورو ب700 يورو الولاية التي فعلا تجذل بالعطاء والتي تعطي حسب ما هو مذكور في القانون النمساوي هي فيينا فبالتالي هذا التأثير صراحة لا أعتقد أنه من الممكن أن يحصل وإن حصل يعني يحتاج ما بين مداولات قانونية ومداولات على مستوى البرلمان وطروحات وما بعد الانتخابات يعني يحتاج إلى في التنفيذ إلى سنتين على الأقل في حال حصل وإن حصل لا يمكن لا يمكن أن تخفض المساعدات بطريقة ما دون الحد الأدنى من الدخل ولكن في المقابل يا سيدة سؤالك ذكي جدا كيف ممكن أن يقوم بهذا التخفيض يحاصر اللاجئ إن لم تحضر دورة اللغة أو إن لم تنجح بدورة اللغة أو إن لم تبحث عن عمل أو تجد عمل بفترة قياسية أو إن رفضت عمل طالبك به مكتب العمل فهذا من الممكن تخفيض المساعدات ولكن كل امرأة عازبة عندها أطفال أسف امرأة وحيدة عفوا أو أب وحيد وهو يعيد أطفاله هذا لا يتأثر أبدا بأي تخفيضات لأن القانون يكفل حق المرأة وحق الطفل وحق أي شخص هو فعليا غير قادر على العمل وما دام الشخص الذي يسمعنا الآن ملتزم بالقوانين سيحصل على المساعدة الاجتماعية كاملة حسب ما ينص عليها الدستور النمساوي وليس الحزب اليميني أو اليساري أو أي أحد آخر طيب يعني بفرض لنتحدث عن هذه العائلة التي تحدثت عنها الصحيفة النمساوية في حال يعني عمل الأب هل ستنخفض هذه المساعدات هل ستلغى تماما ما الذي سيحدث تماما يا سيدة الكريمة هنا يوجد شيء ما يسمى مساعدة الأطفال ومساعدة العائلة مساعدة الأطفال والعائلة حتى من يعمل في النمسا يحصل لهذه المساعدة لأن النمسا في الدستور النمساوي هي مسؤولة هي مسؤولة عن تربية يعني ليس عفوا عن تربية خليقوا يعاشة الأطفال أو المبالغ المخصصة لهم هذا حتى من يعمل يأخذ يأخذ المبالغ المخصصة للأطفال ولكن هل من الممكن أن يحصل الأب على نفس المبلغ الذي يحصل عليه الآن من خلال العمل هذا الشيء يحدده العمل الذي سيعمل به ولكن صراحة النقطة التي عزف عليها اليمين المضرف يعني هنا كلمة السر في هذا الموضوع أن يوجد أب وأمة على سبيل المثال يعملان ولديهم طفلان هم مجموعهما مع بعضهم البعض يحصلان على ما يصل إلى 2000 إلى 220 يورو ويحصلون على مساعدة أطفال بأحسن الحالات يعني المجموع 2400 2800 يورو على سبيل المثال يعني ولكن الأب يعمل 8 ساعات في اليوم والأمة يعمل 8 ساعات في اليوم فبالتالي يقول لك هذا الشخص الذي عنده سبع أطفال سبع أبناء أطفال يحصل على 4600 يورو هو قاعد في منزله يضع رجل على رجل منطقيا هذا كلام صحيح ولكن عمليا هذا كلام غير صحيح لأن هذا الشخص لاجئ وغير مؤهل للعمل لأنه لا يتحدث اللغة ولأنه جديد في النمسا أو جديد في أفيننا وبالتالي هو يأخذ ما يأخذه غيره طيب تحدثنا عن عمليات الاندماج في النمسا هل هناك دورات إجبارية للحضور لتعلم اللغة طبعا مئة بالمئة كل دورات اللغة هي دورات إلزامية ومن لا يحضر دورة اللغة دورة اللغة طبعا يخصم من مساعداته ولكن ما هو الذي ليس إلزامي أن تنجح في دورة اللغة يعني على سبيل المثال اللغة الألمانية تبدأ من مستوى A0 إلى مثلا C1 مثلا C1 مثلا A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2 حتى C1 بالضبط C1 نعم متحدثة ألمانيا ما شاء الله عليك فبالتالي بتلاقي مثلا بالA0 أو بالA1 يعني بتلاقي بيرصب مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشر ما في حدا يقول له ليش ما عم تنجح بقول لك أنا ما عم بفهم أو بفوت على الامتحان وبيرصب فبالتالي مع الأسف لا يوجد قانون رادع على سبيل المثال الحزب الاشتراكي نفسه الذي يحكم فيينا ويقدم المساعدات المجزلة ماذا يقول في حال نجحته في الانتخابات النمساوية وكنت أنا موجود في وزارة الاندماج سأفرض سنة اندماج هذه السنة على اللاجئ أو الذي خصل على حق اللجوء أن يتعلم اللغة وبعد ذلك عليه حتما أن يعمل وإن لم يعمل سأحاسبه هذا ما كنت أريد السؤال عنه يعني في حال رسب اللاجئ إذن لا يستطيع العمل من دون شهادة لغة ليس كذلك؟ طبعا هي مقضية ما يستطيع أن يعمل على سبيل المثال أنت هلا رحتي عن صاحب عمل معين وطلب منك تعملي بعمل لا يتطلب أي مهارات لغوية بإمكانك أن تعملي من اليوم الثاني ويوجد العديد من اللاجئين السوريين فعلا من أول يوم دخلوا عن نمسا وهم يعملون ولم يأخذوا ولا سنت من السوسيال أو من المساعدات الاجتماعية فبالتالي هذا الموضوع متعلق بما يبحث الشخص عن عمل يعني على سبيل المثال الفيديو الذي يظهر بجانبي والذي يظهر بعض المحال التجارية هذا في المثال أحيانا لا يحتاج إلى مهارات لغوية بالغة يعني يحتاج إلى بعض الأرقام ويحتاج إلى بعض الكلمات التي يمشي حاله فيها ويقدر يشتغل فبالتالي الفكرة هي أن تجد عمل أو أن تلزم بعمل فإن وجدت عمل لوحدك كان بها وإن ألزمت بعمل فعليك أن تعمل فإن لم تكن بهذه الحالتين فهنا طبعا أنت إما موجود بدورة اللغة أو يخصم من مساعداتك الاجتماعية باعتبار أنك ترفض العمل المتاح من مكتب العمل أو من المؤسسات الخاصة بتشريل اللاجئين شكرا الصحفي أحمد مراد كنت معنا من فيينا شكرا جزيلا لك شكرا لكي ترجمة نانسي قنقر